السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشأل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وشأل أن محمد عبدو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أسأل الله عز وجل لنتقبل منه ومنكم الصالحات من العمل اللهم أمين اليوم إن شاء الله مع اللقاء الثاني من شرح الأسماء والصفات وقبل أن نبدأ في الكلام في أسماء الله عز وجل وصفاته والتعرف على الله عز وجل يهمنا أن نتعلم بعض القواعد المهمة في التعاون مع الأسماء والصفات وللقواعد تعتبر الخريطة الأساسية في التعاون مع أسماء الله عز وجل ويعني هذه القواعد من الأهمية بمكان حتى أن بعض أهل العلم جعل لها كتابا منفصلا كتابا منفصلا في القواعد زي كتاب القواعد المثلة في أسماء الله وصفاته الحسنة لشيخ ابن عثيمين وشرحه وغير ذلك من الكتب التي تتكلم على القواعد التعاون مع أسماء الله عز وجل ومع صفات الله تبارك تعالى نبدأ بهذه القواعد اليوم إن شاء الله بإذن الله ننتهي منها أول هذه القواعد أن أسماء الله عز وجل توقيفية وهذه القاعدة تعتبر أهم قواعد التعامل مع الله عز وجل بمعنى أننا لا يجوز لنا أن نصف الله عز وجل أو نسميه إلا بما سمى به نفسه إحنا عندنا الإيمان بالله عز وجل هو ركن من الإيمان بالغيب والله عز وجل يقول في مفتتح سورة البقرة ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب فالإيمان أكثره غيب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان الستة أغلبها من أبواب الغيب أغلبها من أبواب الغيب إذا كانت هذه الأركان أركان الإيمان إيمان بالغيب ومنها الإيمان بالله عز وجل فليس لنا أن نتعرف على الله عز وجل أو على أسمائه أو على صفاته أو على أفعاله إلا بما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه أو بيّنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وده معنى القاعدة التي نتكلم عنها القاعدة الأولى أن أسماء الله عز وجل توقيفية توقيفية يعني متوقفة على ورود النص على ورود الدليل الدليل من القرآن أو الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه القاعدة من الأهمية بمكان بحيث أننا لا يجوز لنا أن نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه تبارك وتعالى أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبقى ليس لنا أن نصف الله عز وجل إلا بما وصفه به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليه القاعدة بنقول أأنتم أعلموا أم الله انت اعتصف الله عز وجل بوصف ما أدرك أن هذا الوصف متح في حق الله عز وجل يعني نضرب مثلا مثال الإنسان كماله أن يكون يلد ويولد هذا كمال في الإنسان والإنسان الذي لا يلد هذا الإنسان يكون عقيم يعني الإنسان الذي لا يلد يكون عقيم وده صفة نقص في الإنسان فهل يجوز أن نصف الله عز وجل بأنه يلد وده نقول ده كمال في حق الله تبارك تعالى هذا لا يجوز ليه لأن ده في حق الله عز وجل نقص من اللي بيّن لنا ذلك الذي بيّن لنا ذلك هو رب العزة جل وعلا قال لم يلد ولم يولد وبالتالي فنحن لا نتعرف على الله إلا بما عرفنا عز وجل به في كتابه أو بما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله وسلم عليه المعنى ده معنى في غاية الأهمية لأنه يبنى عليه غيره بعض الناس مثلا يصف الله عز وجل يقول مثلا الله هو المهندس الأعظم لهذا الكون المهندس الأعظم لهذا الكون طيب هل يجوز أن نصف الله بهذه اللفظة؟ طيب نحن عندنا في الدنيا أن كلمة المهندس الأعظم دي كأنها متح لكن في حق الله عز وجل لا يقال أنها متح ليه الله عز وجل وصف نفسه فقال بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض إحنا لو عايزين نصف الله تبارك وتعالى نصفه بما وصف به نفسه أحيانا تلاقي بعض الناس وهو يتكلم عن الله عز وجل يقول لك ربنا عايز مننا كذا وكذا وكذا مع أن كلمة عايز أو العوز لم ترد لا في القرآن ولا في السنة في أفعال الرب جل وعلا وإنما الذي ورد الله يريد والله يريد أن يتوب عليكم يبقى ورد الإرادة لكن العوز لم يرد لأن العوز دليل على فقر دليل على احتياج والله عز وجل لا حاجة به إلى أحد من خلقه والمعنى ده معنى مهم جدا في التعاون مع الله عز وجل والتعاون مع الأسماء والتعاون مع الصفات يبقى ننظر الإسم ده ورد فين في القرآن فنثبته ورد في السنة نثبته الفعل أو الصفة وردت في القرآن نثبته وردت في السنة نثبتها لم ترد لا في القرآن ولا في السنة لا نثبته لا نثبته ده معنى مهم جدا برضو من ضمن الأمور المتعلقة بهذه القاعدة الأولى أن أسماء الله عز وجل توقي فيه أحيانا بيرد الإسم بصفة الإسم أو بصيغة الإسم لكنه يكون في سياق معين يعني مثلا أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الزارعون يبقى ورد هنا الإسم الزارع علي يجوز أن نصف الله عز وجل بالزارع لا لا يجوز أن نصف الله عز وجل بالزارع طب إزاي إذا أنت بتقول أن الأسماء توقفية وهذا الإسم ورد في القرآن نقول أولا هذا ورد فيه سياق فلا يجوز أن يخرج من سياقه يبقى لو عايزين نوردها يبقى أن نذكرها كما هي في هذا السياق أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ليه لأنه من شرط الأسماء الحسنة أن تكون كلها كمال أن تكون كلها كمال أن تكون كلها حسنة أن تكون كلها حسنة عشان كده مثلا الله عز وجل يقول في كتابي مثلا يخادعون الله وهو خادعهم خادعهم هذا خادع هذا اسم هل يجوز أن نصف الله عز وجل بالخادع تعالى الله عن ذلك علوا كبير أم الأيه مش الأسماء توقفية نقول آه توقفية بس هذا اللفظ في سياقه مدح لو أخرجنا من السياق لا يكون مدحا يبقى لو عايز تصف الله عز وجل نقول إيه زي ما الأيه بتقول كده يخادعون الله وهو خادعهم يبقى في هذا السياق صارت مدحا أما لو أخرجناها من السياق فلا تكون مدحا يبقى هذه القاعدة الأولى أن أسماء الله عز وجل كلها توقفية وذكرنا معنى أنها توقفية يعني أننا لا نتكلّو فيها إلا بنص من قرآن أو من سنة سنة النبي صلى الله عليه الصحيحة يبقى نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طيب قاعدة أخرى من قواعد الأسماء أسماء الله تبارك وتعالى الحسنة أن بعض أسماء الله عز وجل لا تطلق على الله منفردة يعني إيه إحنا ممكن نقول الله الرحمن ونسكت يبقى أطلقنا لفظ الرحمن أو اسم الرحمن منفردا الرحيم السميع البصير القوي الجبار يبقى دي كلها أسماء تطلق منفردة طيب إحنا عندنا من أسماء الله عز وجل ما لا تطلق عليه منفردة يعني الله عز وجل مثلا المعز المذل المعطي المانع مثلا يبقى يبقى النافع الضار يبقى هذه كلها أسماء هل ينفع أن نقول الله هو الضار المانع المذل مع إن دي أسماء لله عز وجل لكن هذه الأسماء لكي تكون كمال يبقى تذكر داخل السياق اللي هي تذكر مقترنة بإسماء أخرى تذكر مقترنة بإسماء أخرى زي ما قلنا كده نقول المعز المذل النافع الضار المعطي المانع يبدأ هذه الأسماء يبدأ من ضمن القواعد إننا في من أسماء الله عز وجل ما لا تطلق عليه إلا مقترنة بغيرها إلا مقترنة بغيرها وهذا حتى تكون كمال لأن لو أوردناها منفردة قد توهم نقصا ومعلوم أن أسماء الله عز وجل كلها حسنة وأن أسماء الله عز وجل لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه طيب القاعدة الثالثة طبعا نحن نذكر كل القواعد لكننا نتكلم على قواعد مهمة جدا جدا ستفيدنا في التعرف على الله عز وجل هذه القاعدة القاعدة الثالثة أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف يعني إيه أعلام وأوصاف يعني أعلام يعني الرحمن هو اسمه عز وجل اسمه تبارك وتعالى الرحمن يبقى هو علم على الرب كما قال الله عز وجل قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسناء يبقى الرحمن هو الرب جل وعلا طيب يبقى هو الرحمن اسمه والرحمن وصفه والرحمن وصفه يعني من صفات الله عز وجل الرحمة لما نقول السميع السميع اسم لله عز وجل يبا دا اسم الله تبارك وتعالى السميع طيب متضمن لصفة ايه هي الصفة؟ صفة السمع البصير يبا هذا اسمه عز وجل ومتضمن لصفة وهي صفة البصر هذا الأمر هو خاص به جل وعلا بمعنى ان احنا لو واحد مثلا من الناس اسمه محمد هل معنى كده انه هو محمد فعلا واحد اسمه سعيد هل لابد انه يكون سعيد واحد اسمه كريم هل لابد ان يكون كريم؟ لا يشترض ذلك لكن هذا في حق الله عز وجل القاعدة بتقول اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف اعلام واوصاف يعني كل اسم من اسماء الله عز وجل يخرج منه صفة يوجد منه صفة لله عز وجل الله هو الحي وصفة الحياة الله هو القوي وصفة القوة يبقى لابد ان يكون فيها معنى يبقى ده معنى الكلام طبعا الكلام ده ممكن يبقى انه هو امر يسير وده موضوع سهل لا بنقول ان فيه فرق كثيرة جدا ضلت في هذا المعنى وفيه فرق نفت الاسماء كلها وفيه فرق اثبتت الاسماء ونفت الاوصاف نفت الصفات يعني قالت السميع ملهاش معنى او البصير ملهاش معنى او العزيز او القوي ليس لها معنى فرق كثيرة ضلت في هذه المعنى والأجل ذلك احنا نقول اعتقد اهل السنة ان اسماء الله عزيز والله هي اعلام واوصاف اعلام يعني هي دالة على الرب جل وعلا واوصاف يعني تشتمل على الصفة التي هي من معنى الاسم لما نقول العليم يدل على صفة العلم نقول الغفور دل على صفة المغفرة وهكذا يبقى كل ما اسم من اسماء الله عز وجل لا يشتمل على صفة ايضا من القواعد المتعلقة باسماء الله تبارك وتعالى ان اسماء الله عز وجل غير منحصرة في عدد معين غير منحصرة في عدد معين طيب ازاي احنا بنقول الحديث المشهور ان لله تسعة وتسعين اسما مئة الا واحدة من احصاها دخل الجنة هذا له معنى له معنى ما هو المعنى معنى ان من اسماء الله تسعة وتسعين اسما مئة الا واحدة من احصاها دخل الجنة وليس معنى ذلك انه ليس له عز وجل الا هذه التسعة والتسعين اسما طيب إحنا دلوقتي جبنا الكلام دامنين مش لسه إحنا بنقول إن أسماء الله توقفية وإن الأمر فيها بيرجع للدليل كيف لنا أن نعرف هذا المعنى عرفنا الكلام دامنين أن أسماء الله غير منحصرة بعدد هذا الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه كيف ذلك؟ هنذكر الحديث الآن لكن أنا بس عايز أبين معنى إن إحنا لو تتبعنا الأسماء اللي وردت في القرآن وفي السنة هنجد أنها أكثر من تسعة وتسعين اسم هنجد أنها أكثر من تسعة وتسعين اسما وبالتالي فمجرد التتبع سنجد أن الأسماء أكثر من تسعة وتسعين اسما ثم إنه ورد الدعاء المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد في المسند يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي قال صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا والحديث صحيح كما ذكرنا هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك طيب ثم قال سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يبقى هناك من أسماء الله عز وجل ما استأثر الله عز وجل بها ولم يعلمها لأحد من خلقه ولم يعلمها لأحد من خلقه يبقى عشان كده أسماء الله غير منحصرة في التسعة والتسعين أسما ده بس الدلالة لأن بعض اللي حصر أسماء الله عز وجل الله يعني حصرها في تسعة والتسعين أسما وليس هذا بصحيح وأن هذا الحديث واضح وظاهر جدا أنه لا تحصر أسماء الله عز وجل في التسعة والتسعين وبمجرد يعني التتبع البسيط لأسماء الله عز وجل الله في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أنها تزيد على تسعة وتسعين اسما بكثير يعني طيب ده اللي احنا نعرفه وما استأثر الله عزر الله به من أسمائه عزر الله أكثر من ذلك بكثير والله أعلم أيضا من ضمن القواعد المتعلقة بأسماء الله عزر الله أنه لم يرد حديثا صحيحا في سرد أسماء الله عزر الله الحسنى طبعا احنا مشهور جدا جدا عن دين الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هذا ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمه إيه الرواية ده أحد رواة الحديث رواى الحديث المشهور إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أحد الرواة بعدما ذكر الحديث جمع الأحاديث إذا ده اجتهاد من مين؟ اجتهاد من الراوي نفسه وعندنا كثير من العلماء اجتهدوا في حصر الأسماء الحسنى يعني منذ القديم من زمن يعني أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى يعني يوم الناس هذا وعندما بيجتهدوا في حصر أسماء الله عز وجل وبالتالي فالحديث المشهور اللي هو فيه ذكر الأسماء الحسنى اللي هي موودة فيه كتير جدا من الكتب هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس هذه الأسماء وهي من أسماء الله عز وجل لكن هذا ليس لفظ النبي صلى الله ده أحد الرواة كان اسمه الوليد بن مسلم وبعدما ذكر الحديث هو اجتهد فجمع الأحاديث أو جمع الأسماء الحسنى في هذه الرواية وده نوع من أنواع علم الحديث بيسموه المدرج الحديث يعني أحد الرواة أدرج هذا الكلام داخل الحديث فاللي يقرأ الحديث على بعضه يفهم أو يظن أن الذي رواه هذا الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام غير صحيح باتفاق أهل الحديث أن هذا الحديث مدرج طيب أيضا من ضمن القواعد المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى إحنا قلنا اليوم إن شاء الله نذكر بعض هذه القاعد لن نذكر القاعد كلها أن الاعتقاد الصحيح في أسماء الله عز وجل وصفاته إنما يعلم من القرآن ومن السنة وليس للعقل في هذا مدخل طب ما إحنا قلنا أسماء الله توقفية لا إحنا عايزين نبين أن توقفية ليس للعقل في هذا مدخل وبالتالي كل الفرق اللي ضلت في باب الأسماء وصفات ودي ده أصل من أصول أهل السنة كل الفرق اللي ضلت في مسائل الأسماء وصفات ضلت بسبب إدخال العقل في التعاون مع أسماء الله عز وجل وصفاته أيضا من ضمن القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته أن أسماء الله تبارك وتعالى تتفاضل فيما بينها يعني تتفاضل هي مش كلها أسماء لله عز وجل آه كلها أسماء لله تبارك وتعالى لكن هي تتفاضل فيما بينها تتفاضل فيما بينها فهناك أسماء تدل على الجلال وهناك أسماء تدل على الجمال وهناك أسماء تدل على الرحمة وهناك أسماء تدل على العظمة وغير ذلك من الأسماء الأسماء تتفاضل ويمكن تقسمها وهذا التفاضل ليس نحن الذين تكلمنا بي برضو عشان ما يجيش بعض الناس وإحنا يستمنون الأسماء توقفية فبيرجع فيها إلى النصوص نقول كذلك هي فعلا توقفية وما ذكرناه من تفاضل الأسماء هو أمر أيضا توقيفي إنما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ورد هذا الكلام طبعا معلوم الحديث المشهور جدا اللي هو فيه لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه وده ورد عندنا في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن اسم الله الأعظم يبقى اسم الله الأعظم وكل أسماء الله عز وجل العظيمة لكن هذا هو اسم الله عز وجل الأعظم طب إيه هو اسم الله الأعظم دي فيها خلاف كبير عند أهل السنة ليس هذا مقام تحقيقه لكن منهم من يقول هو لفظ الجلالة الله ومنهم من يقول هو اسم الحي القيوم وده يستدل بحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن في البقرة والعمران وطاه البقرة اللي هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سيط ولا نوم اللي هي آية الكرسي في ألي عمران في قوله تبارك وتعالى إفلام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم وفي سورة طاها أيضا الحي القيوم قالوا هذه ثلاثة مواضع ذكر فيها أن اسم الله الأعظم والحي القيوم هذا حديث من ضمن الحديث في واحد مثلا واحد من الصحابة دعا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات ذو الجلال والإكرام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سؤل به أعطاه وعندنا أيضا حديث آخر عن رجل دعا فقال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سؤل به أعطى وإذا دعي به أجاب فدي كلها روايات صحيحة حديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات اسم الله الأعظم الشاهد منها أن أسماء الله عز وجل تتفاضل أسماء الله عز وجل تتفاضل وما هو الراجح في موضوع اسم الله الأعظم؟ الراجح أننا ندعو بهذه الأدعية كلها لأنها كلها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه بعض من القواعد هناك قواعد أخرى يعني جمعها الشيخ بن عثمين رحمه الله في كتاب القواعد المثلة وهي موجودة في كتب العلماء قديما وحديثا مبسوصة في كتب العلماء لكن يعني الشيخ بن عثمين جمعها جمعا حسنا في جمع قواعد خاصة بالأسماء قواعد خاصة بالصفات وقواعد يعني متعلقة بالأسماء والصفات معا في هذا الكتاب النافع وله شرح عليه في أمثلة كتيرة جدا يعني يمكن الرجوع لهذا الكتاب وغيره من الكتب لكن نتوقف نكتفي بما ذكرنا من هذه القواعد وإن شاء الله نبدأ من الغد بإذن الله تبارك وتعالى في أول اسم من أسماء الله عز وجل معنا أسأل الله عز وجل لنا ولكم التيسير اللهم أمين وصلي لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم